انت مش مشترك على البوت بكل بساطة هنزل اللينك مع الرسالة اللي هتنزل مع الفيديو ده هتدوس على اللينك طبعا لازم تكون مثبت برنامج تليجرام سواء على موبايل او البيسي وبعد كده بعد اما تدوس على اللينك هتدوس على اه طبعا هتكلم عن كمثال يعني وطبعا اه شبه في كل الحاجات هتكلم عن اه بوت 1 او 1 تمام اه عن موديول تمام كمثال ونفس الحاجات هتقوها في باقي اه الموديولات طيب شوف اول موديول طبعا اللي هو الاناتومي الهيستروجي انا اخد الاناتومي كمثال طبعا لما تشوف زرار ده معناها ان ده امتحان بتاع اه السنة فاتة تمام كده فلما بتدوس عليه بيجيب لك الملف مسلا وانت بتنزله وبتحل امتحان الفاينل طيب نشوف مسلا الاناتومي على سبيل المثال ونفس المثال ده هتطبقه على باقي المواد التانية وانت بتستخدم الбуوت تمام طيب اول حاجة كتاب الجامعة خلاص واضح الموضوع يعني كتاب الجامعة ده اللي اللي احنا بنستلمه من الجامعة ولكن طبعا انت متعتمدش الكتاب اللي هو في ال بوت اعتمد على الكتاب اللي انت هتستلمه من الجامعة طيب الكتاب في البيوت ده هيفيدني في ايه ممكن ييفيدك دلوقتي في ان انت في الفترة دي مسلا ممكن تاخد فكرة عن المناج تمام فده كتاب الجامعة بعد كده محاضرات الانلاين دي اللي هي محاضرات دكتورة الجامعة تمام كده شرحة دكتورة الجامعة وكان بيسجدها دكتور علي محمد طيب بعد كده ورق الكورسات طبعا يعني واضح المعنى ورق الكورسات ده تقدر تستخدمه لو انت مثلا حس ان معلومات الكتاب مش قادر تحفظها كلها في نفس الوقت ورق الكورسات بيساعدنا عنه طبعا اطلس دكتور فاوزي ده الاطلس اللي انت المفروض بتستلمه في الجامعة وده اللي انا برجح ان انت تذاكر منه وترايح دماغك من حوار ان انت تذاكر ان انت تبص على كذا رسمة في كذا اطلس بتلغبط لا يعني انت اعتمد على الاطلس دكتور فاوزي وبس طيب شرحة دكتور فاوزي برضو واضح طبعا على شكل باوربوينت بتشغل باوربوينت وتسمع صوت بعد كده ام سي كيو طبعا بتلاقي ملفات ام سي كيو كتير حاول دايما مسلا ان انت تحل منهم على الاقل لتلاتة اربعة تمام او ملفين وساعات الملف يبقى صغير وكبير وما تخافش لو لات اسئلة مش عليك يعني ما تخافش لو لات اسئلة مش عليك ده مش مشكلة انت هخليك في الاسئلة اللي معاك في المنى خلاص وبعد كده بتلاقي في زرار اسم شرح الخارجي برضو هتقيف كذا حتة شرح الخارجي ده غالبا بيبقى بيبقى حاجتين يا اما بلاي لست دكتورة ببرا الجامعة تمام يا اما بيبقى ريكوردات تمام في شكل ريكوردات كده تمام فانت ممكن لو حاسس ان انت مش محتاجش شرح مثلا زيادة على شرح دكتور الجامعة ممكن انت شوف شرحة خارجية عادة تمام الكتب الخارجية بقى دي بتبقى كتب مش بتاعت الجامعة بتاعتنا دي كتب من برا طيب اذاكرها ولا لا في الحقيقة خليها في الاهمية يعني اخر حاجة في الاهمية يعني ليه انا بقول الكلام ده لان انت لازم تهتم انك تكون مذاكر كتاب جامعتك كويس وحافظ فيه كل حاجة وبعد كده لو عايز تزود معلوماتك شوف كتب خارجي بس كده شباب ده فكرة عام عن اغلب يعني اغلب بزر انا شرحتها في البوت هتعيها في كل حتة برضو في البوت تمام وهتمنى يكون شرح عليكم وشكرا والسلام عليكم اشتركوا في القناة